موسيقى موسيقى السابع عشر من يوليو يوم بداية تحقيق الحلم ووضع اللبنة الأولى في مدماك الديمقراطية في ظل تلويح الحوثي بالعودة إلى الحرب المجلس الرئاسي يدعو إلى استراتيجية شاملة لردع الميليشيا مواجهات بين العشرات من أبناء رداع بالبيضاء وعنصر من ميليشيا الحوثي والتساع رقعتها موسيقى الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر في غزة وتزايد الاتهامات لنيتنياو بعرقلة المفاوضات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا أهلا بكم إلى جولة جديدة من ملفاتنا الأخبارية مساء الخير بندر مساء الخير فكري أهلا بكم عزائنا المشاهدين السابع عشر من يوليو 1978 لم يكن يوما عابرا في تاريخ اليمنيين بتولي الزعيم علي عبدالله صالح دفت الحكم في اليمن بانتخابه من قبل مجلس الشعب التأسيسي ليضع اللبنة الأولى في مدماك ديمقراطية ومضى بالوطن نحو مراحل البناء والتعايش والاستقرار لتعود الميليشيا الحوثية حاملة أوهام الماضي ومحاولة وأدى ما تحقق لليمن الجمهورية عقب فوض العام 2011 ولا تزال تسعى للقضاء على الإنجازات التي تحققت لليمنيين كان السابع عشر من يوليو عام 1978 بداية تحقيق الحلم الذي تاق إليه اليمنيون في التعبير عن الرأي واختيار من يمثلهم في الحكم ففي هذا اليوم وضعت اللبنة الأولى في مداميك الديمقراطية تمثلت في انتخاب المقدم علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية السابع عشر من يوليو عام 1978 فدح بوابة يحلم بها كل يمنية تواق للعبور إلى ميدان التعايش السلمية والعيش المشترك والمشاركة المجتمعية والانطلاق نحو التعددية السياسية التي تمكنه من اختيار من يمثله على مستوصلدات التشريعية والتنفيذية هكذا بدأت حكاية بناء دولة الأمن والاستقرار والنظام والقانون دولة الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية مداميك أسندت بسيناريو الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر بدأت الحكاية بانتخاب علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية عبر ممثلية الجماهير اليمنية في مجلس الشعب التأسيسي لقد قرر مجلس الشعب التأسيسي في جلسة المنعقدة يوم عم الاثنين في تاريخ 11-98-300 ألف جدية الموافق 17-7-78-900 ألف ميلادية إسناد مهام تياسة الجمهورية إلى الأخ المقدم علي عبدالله طهر عبر السيناريوهات الأحداث المتعاقبة استضاع الرئيس علي عبدالله صالح أن يجسد الديمقراطية استنادا إلى إرادة اليمنيين الذين استلهم من واقعهم المرير رؤيته في التغيير والانتقال باليمن إلى غد أفضل انضلاقا من عبارات قسم تولي السلام السلطة أهد شعبنا اليمني العظيم على أنه بهذه المسؤولية الجسيمة التي كنتموني بها ويكل إخلاص وأمانة وأنا أدلت كل جهدي وطاقاتي في سبيل الحفاظ على مبادئ وأحداث دورة الثابت والأشريونية التبرى المجيدة وعلى كل مكاتب شعبنا اليمني بعد هذا القسم توالت الأحداث الصعبة والإنجازات التاريخية انضلاقا من تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982 التنظيم الذي مثل مظلة لكل القوى السياسية العاملة على الساحة في الشضر الشمالية من الوطن الجمهورية العربية اليمنية والدخول في حوار جاد مع نظيره الحزب الاشتراكي اليمنية في الشضر الجنوبية من الوطن جمهورية اليمن الديمقراضية الشعبية لإعادة تحقيق الوحدة الوطنية بين شضرية اليمن وانطلاقا من رؤية الرئيس صالح قائد ربان السفينة سجل اليمنيون عام 1991 في ذاكرة تاريخهم بداية تحولهم نحو الديمقراضية وشهد هذا العام إقرار المواطنين لدستور دولة الوحدة عبر استفتاء شعبي عام وهو ما اعتبروه في حد ذاته أول إنجاز سياسي الدستور الذي ضمن لكافة المواطنين حرية الرأي والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية والذي بمقتضاه تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا تحتكم إلى صندوق الانتخابات بغرض التداول السلمي للسلطة وعليه مرت اليمن بأربع تجارب انتخابية بدأت أولها في إبريل عام 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب لأول مرة في البلاد وعلى ضوء ذلك تشكلت قوى حزبية معارضة تعبر عن نفسها بحرية وتبحث بمشاريعها عن التأييد الشعبي الذي يؤهلها للوصول إلى السلطة باعتبار الشعب مصدر الحكم في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع عام 1999 جرت أول انتخابات رأسية تنافسية مباشرة لأول مرة في اليمن فاز فيها الرئيس علي عبدالله صالح وجرت ثاني انتخابات رأسية عام 2006 فاز فيها علي عبدالله صالح ب77% من عدد الأصوات المشاركة عام 2000 صدر قانون السلطة المحلية للحد من مركزية الحكم الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراضية وأعقبه انتخاب المجالس المحلية في عام 2001 وعمل على تحقيق أعلى قدر من الإنجاز في المشاريع الخدمية وتسهيل المعاملات وحل مشاكل المواطنين تحت مظلة التعددية السياسية وكان الثاني انتخابات للمجالس المحلية عام 2006 كل هذه الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ اليمنية انطلقت بعد السابع عشر من يوليو عام 1978 وانتهت بعدها عصور الحكم الشمولية وانفردت اليمن بمساحة من الديمقراضية والتعددية السياسية وحرية التعبير ينضب إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب الشيخ عبدالسلام الدهبالي شيخ عبدالسلام مرحبا بك إذن ما الذي مثله السابع عشر من يوليو السابع عشر من يوليو أولا شكرا لكم على الاستطافة وأهنيكم بهذه المنسبة العظيمة هذا التاريخ مثل لنا ميلاد وطني يعني في هذا التاريخ بالذات لم يكن هناك في الوطن شيء لم يكن لدينا ديمقراطية ولا نعرفها لم يكن لدينا تنمية على الإطلاق لم يكن في اليمن شيء على الإطلاق إلا ما تركنا به ما تركنا به الإمامة ومن قبله آدم ومثلا على سبيل المثال يعني من حيث التنمية أو من حيث المشاريع مثلا في كل مديرية مديرية الإمامة ليست ليس على مستوريهم بل عد كلا إلى مديريته فمثلا أنا عندي في مديرية أو في دائلتي لم يكن هناك أي وحدة صحية في مديرية مثلا ماوية ألا عندما في 78 ترك علي عبدالله صالح سلطة رحمه الله ولدينا 80 وحدة صحية ومستوصف ومستشفى ألا لم يكن لدينا في المديرية إلا في مدبتين فقط سلم علي عبدالله صالح السلطة وفي مديريتنا ما يقارب 98 مدرسات كان عندما أستلم علي عبدالله صالح السلطة كان معانا في مدرسين خمسة ومدرسين أو ستة بكل صنع بالأس يعني من حيث التجنيف كان لدي عبدالله صالح السلطة ولدينا ما يقارب ما يقارب سلطة أمدرني وهاسذا كل مناح لم يكن لدينا فوقات وبدأة الطرقات لم يكن لدينا كهرباء وبدأة الكهرباء لم يكن لدينا شيء يذكر يعني في هذه الفترة نعم شيخ عبدالسلام كيف تنظر إلى حملات التشويهة الممنهجة لحقبة حكم الرئيس علي عبدالله صالح بالنسبة لحملات الممنهجة يا عزيزي أقول لك المشاريع الكبيرة دائما تقلب المحبين العامة وتقلب الحقد وحسات الخاصة فمن الطبيعي أي مشروع كبير أن يكون له حاقديه من المخاب أو الحاقديين حتى الأنبياء يا أخي يعني قالوا عن رسول أنه ساحر وأنه زنديق وأنه من هم لكن من هم اللي شهروا واللي قادوا عليه هذه الحملات أبو لهب وأبو زيسيال والوليد من بغيرا وأبو قهل هؤلاء لكن العامة حب العامة فلو أن اليوم علي عبدالله صالح رحمه الله لو وضعت صورة من صور علي عبدالله صالح ووضعت كل الناعقين الآن أو المسلطين الآن أمامهم في انتخابة حرة لفازت صورة علي عبدالله صالح إلى ماذا أدت الممارسات الديمقراطية والحوارية التي انتهجها الرئيس صالح في تلك الفترة اليوم يعني يكفي علي عبدالله صالح فخر أنه كل الشعب اليمني أو تقدر تقول 95% أو 90% من الشعب اليمني يتمنى عودة يوم من أيام علي عبدالله صالح لا أدري ما الذي كان بين علي عبدالله صالح وربه وربه حتى أن اليوم صار كافة الشعب اليمني تبنون عودة يوم من أيام علي عبدالله صالح ما لا نقول عن الديمقراطية لم يكن شيء مش الديمقراطية فقط الديمقراطية لم تكن موجود ووقدت الوحدة لم تكن موجود ووقدت وها هي على وشك الهاوية في قيام علي عبدالله صالح كل شيء لم يكن لدينا حتى يعني إدارة إدارة الآن لم يكن مدرأ قامل وكذا إلا في عهد علي عبدالله صالح عندما تخرجون كل الشاشة لم يكن هناك في سلطة محلية وانتخابات محلية إلا في عهد علي عبدالله صالح لم يكن هناك شعور مدرأ مديريات التي تخرجونا لكلية وعينوهم إلا في عهد علي عبدالله صالح النيابة العامة لم تنسى إلا شيء علي عبدالله صالح كل شيء جميل وبدأ في قدوم علي عبدالله صالح وانتهى كل شيء جميل بذهاب علي عبدالله صالح الشيخ عبدالسلام الدهبة ليعوض مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك كما ينضمنا لنا عبر الزوم المفكر العربي والأمين العام السابق المؤتمر القومي العربي معا بشور أستاذ معان أهلا بك إذن كيف تنظر إلى السابع عشر من يوليو وما شكله من أهمية في تلك الفترة أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام وللإخوة الذين أحدثوا قبلي جميعا بدون شك هذه محطة محطة هامة في تاريخ اليمن وأعتقد أن من حق اليمنيين جميعا أن يختلفوا أو يتفقوا على تقييم هذه المرحلة ولكنني أنا كعربي من خارج اليمن وكنت أزور اليمن لسنوات عدة كنت أشعر دائما في زمن وفي عهد الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله بأن اليمن مفتوح لأبناء الأمة العربية أذكر تماما أنه يوم انتفاضة الفلسطينية الأولى طرحنا على الدكتور عبدالعزيز المقالح رحمه الله أن نقيم انتفاضة لمئة مثقف عربي لدعم الانتفاضة الأولى في فلسطين وبالفعل ما أنحمل دكتور المقالح هذه الفكرة إلى الرئيس علي عبدالله صالح حتى تم التجاوب وتم استضافة مئة مثقف فكان هناك شوط للعروبة في اليمن وأيضا أذكر حين نظم مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة صنعاء ندوة حول الوحدة العربية لم يجد مكانا في الوطن العربي يمكن أن يقول فيه المثقف العربي رأيه في الوحدة العربية وفي الطريق إليها إلا صنعاء التي عقدنا فيها تلك الندوة التي من خلالها انطلقت مؤسسات قومية عديدة بما فيها المؤتمر القوم العربي ومخيم الشباب القوم العربية حتى مخيم الشباب يعني أنا أردت أن أقول هذه الأمور لأقول أيضا أننا في لبنان عام 82 حين تعرضنا للحرب الإسرائيلية على لبنان والحصار بيروت الذي استمر تسعين يوما توجهنا إلى كل الإخوة العرب ليساعدوا لبنان فما رأينا إلا المتطوعين اليمنيين الذين جاءوا إلى بيروت وشاركون الحصار وشاركون الدفاع عن العاصمة كذلك الأمر المؤتمر القوم العربي الذي كان محاصر وما زال في العديد من العواصم العربية فتح اليمن صدره له في زمن الرئيس عبدالله صالح مرتين وعقدنا دورتين في اليمن خلال حرب العراق أعتقد أن اليمن كان لها موقف مشرف بقيادة الرئيس عبدالله صالح لذلك أنا أعتقد إذا ما تحدثنا عن تلك الفترة التي كانت تحمل العديد من الإطرابات كيف ستعى الرئيس صالح تجاوز تلك الإطرابات والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان أنا أعتقد أن الرئيس عبدالله صالح كان يتمتع بأكثر من مزية الميزة الأولى هو وطنيته الخالصة وعروبته الخالصة وإيمانه القوي وأيضا كان يتمتع بحكمة وبقدرة على استعاب حتى معارضي بشكل لافت للنظر في وقت كثير من حكامنا لم يكنوا يتحملوا أي نقد أو معارضة كنت تجد رئيس عبدالله صالح منفتحا على معارضي ومتفاعل معهم وهذا ما جعله له مكانة خاصة في تلك الأيام وأنا كنت أشعر بالفعل أن هناك مكانة لدى هذا الرئيس لدى شعبه ومحبة خاصة ناجمة من هذه الروح السمحة ومن هذه الحكمة اليمانية الحقيقية التي استطاع من خلالها أن يتجاوز الكثير من المصاعب الداخلية والخارجية والتي لم يكن سهلا على رئيس اليمن أن يتجاوبها وأعتقد أن اليمن اليوم الذي يلعب دورا هاما من خلال قواته المسلحة في نصرة غزة وفي مواجهة الأمريكان هو اليمن نفسه الذي كان يعتزد برئيس علي عبدالله صالح ونحن في المؤتمر القومي العربي قريصونا على أن يكون هناك حوار يمني يمني يخرج اليمن من مخنته ومن أزمته ويعود اليمن موحدا قويا شامسا يدافع عن رسالته ويدافع عن دوره القومي المشرق أستاذ معا إذا ما تحدثنا عن الممارسة الديمقراطية التي انتهجها الزعيم الشهيد صالح وجسدها عند تسليم السلطة كيف ترى هذا النهج؟ يعني لا شك أنه لم يكن من السهل على رئيس أن يتنازل عن رئاسة بكل الظروف كما نعلم وهذه سجلت له وسجل له أيضا أنه كان متفاعلا مع التطورات أنا لا أريد أن أتحدث في الشأن اليمن الداخلي لأنني أعتقد أن هذا أمر يخص اليمنيين بالدرجة الأولى لكن أستطيع أن أقول كقوم عربي يراقب الأمور من بعيد أستطيع أن نقول أن رئيس علي عبدالله الصالح في عهدي نزح في أن يقيم هكما مرضيا عليه إلى حد ما من نسبة كبيرة من الشعب اليمن الأستاذ معان بشور المفكر العربي والأمين العام السابق المؤتمر القومي العربي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على وقع تهديدات الميليشيا الحوثية بالعودة إلى الحرب ضد الحكومة ردا على التدابير التي اتخذتها لتعزيز مركزها القانوني أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن ردع الجماعة الموالية لإيران يتطلب استراتيجية شاملة محلية وإقليمية ودولية المعركة الاقتصادية بلغت ذروتها بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية على خلفية الإصلاحات المصرفية التي اتخذتها الأخيرة لتجفيف العملة الصعبة التي تتدفق من الخارج إلى مناطق السطوة الحوثية وارتفع معها صياح ذراع إيران مهددة بتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية بل واستهداف المنشآت الحيوية في السعودية للحيلولة دون سير الحكومة في تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة مجلس القيادة وعبر رئيسه رشاد العليمي وعدد من أعضائه أكد على أهمية دعم الإصلاحات الحكومية وجهودها لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة مشددا على أن ردع الجماعة الموالية لإيران يتطلب استراتيجية شاملة محلية وإقليمية ودولية حديث العليمي عن الاستراتيجية الشاملة يأتي في ضوء الخطر الذي لم يقتصر على الداخل اليمني طيلة عشر سنوات بل طال دول الإقليم وبات تأثيره واضحا على العالم من خلال استهداف أهم خطوط الملاحة الدولية في باب المندب والبحرين الأحمر والعربي ومع تصاعد نذور الحرب بين الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية أكد وزير الدفاع محسن داعري جاهزية القوات المسلحة لردع أي مغامرة عدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية ما يعطي مؤشرا على أن الحكومة ماضية في قراراتها والعودة عنها لن تكون إلا بحوار اقتصادي شامل يناقش توحيد العملة واستئناف تصدير النفط وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية تعسفية بحق القطاع المصرفي وأعمل إصلاحات مالية تنهي انهيار العملة الوطنية وضعف القوة الشرائية مراقبون يؤكدون أن قرارات البنك المركزي وإصلاحاته الاقتصادية لن تؤثر إنجابيا إلا ضمن مصفوفة إجراءات منها تكامل السياستين النقدية والمالية وتعزيز الرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد ودعم البنك المركزي بوديعة خارجية تحد من انهيار العملة وتحافظ على استقرار الأسعار دون الانزلاق الذي يغرق المواطنين في مستنقع الفقر وانعدام الأمن الغذائي ينضب إلينا هنا في الاستوديو الكاتب المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل الأستاذ وضاح مرحبا بك إذن هذه الدعوة ما الذي تمثله؟ نعم أهام صار خير تحية لك والجمع أستاذ المشاهدين هذه الدعوة تعبر عن طموحات المجلس الرئاسي ومن خلف الحكومة الشرعية والقوى المؤيدة لها داخل البلاد بأن يكون هناك تعاون دولي معها من أجل كبح جماعة العزيين أو إنهاء نفوذهم وانقلابهم وسيطرتهم على أجزاء واسعة من البلاد وعلى رقعة تضم كثافة سكانية غير عادية هذه الدعوة هي تأتي متأخرة في الحقيقة كما جاء في الخبر وفي التقرير ثمانية أشهر مضت منذ بدأت الميليشية الحسية بهجماتها في البحر الأحمر وكان يفترض أن تمثل هذه الهجمات فرصة للحكومة والقيادة الشرعية بأن تتوجه المجتمع الدولي لطلب التعامل معها بشكل مباشر أولاً والتنسيق معها في الحد من خطر الميليشية الحوثية والتعامل معها لكن ما حدث خلال الأشهر الماضية بأن المجتمع الدولي وعدد من القوى الغربية توجهت لوحدها للتعامل مع هذا الخطر الحوثي وأنشأت تشكيلات عسكرية في البحر الأحمر وضع العديد من علامات الاستفهام في حينها ولكن هذه الدعوة من رئيس وعدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بوضع استراتيجية شاملة لردع الميليشية الحوثية هل ستلقى استجابة؟ هناك استجابة ولكنها ليست بالمستوى المطلوب لاحظنا مؤخرا مثلا القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وما يمكن أن نسميه بتمكين الحكومة الشرعية من مركزها القانوني وسيطرتها على القطاع الاقتصادي والمصرفي هذه في السابق لم يكن ليسمح بها نظرا لأنه كانت هناك رغبة لدى الكثير من الأطراف الدولية ببقاء الميليشية الحوثية ونفوذها على القطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي لكن عندما اكتشفوا خطر هذه الميليشية وبأنها تتجاوز الحدود المرسومة لها بدأوا بالتعاطي معها بشكل مختلف وفرضوا عليها الكثير من العقوبات إلى جانب العمليات العسكرية وكل ذلك لم يحد من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ثم اكتشفوا لاحقا بأنه بالإمكان أن يتم دعم الحكومة الشرعية من أجل حد من قدرة هذه الميليشيات ومحاصرتها ولكن حتى اللحظة لم يصل هذا الدعم إلى المستوى المطلوب بمعنى أنه لاحظنا أنه كان هناك ضغوط أممية من أجل التراجع عن هذه القرارات ودفع الحكومة لتأجيلها أو إلغائها وبالتالي يبدو أن هناك ما تزال مراوحة في هذا الجانب وكأنها تستخدم فقط لابتزاز الميليشية الحوثية واستدراجها للتراجع عن نفوذها وأعمالها العسكرية في البحر الأحمر وليس لإنهاء هذا الأمر من جذوره وهل هذا يلبي تطلعات الشعب؟ بالتأكيد لا يلبي تطلعات المجتمع المجتمع لديه رغبة في أن تستعيد الدولة مؤسساتها وأن تتمكن من بسط سيطرتها ونفوذها وسيادتها على كافة المؤسسات وعلى كافة الأراضي وعلى قرارها السيادي الأستاذ وباح الجليل شكرا جزيلا لك إلى ذلك قتل وأصيب أربعة من عناصر الميليشيا بينهم قيادي في عملية نفذتها القوات الحكومية على مواقع الميليشيا بعد محاولتها الأخيرة أتسلل الشرق تعز وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفا دلعت بين أفراد في اللواء 22 ميكا وعناصر حوثية في منطقة تبشعة بجبهة السرمين أسفرت عن مصرع مشرف الحوثي وإصابة اثنين من المرافقي وشيرة أن الميليشيا استهدفت في الوقت ذاته جبهة غرب المدينة في منطقة الصياحي وهو المنفذ الجزئي الوحيد في تعز غربا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كشف تقرير حكومي مقدم للأمم المتحدة فقدان اليمن مكاسب تنموية تحققت خلال 23 بسبب الحرب التي دخلت عامها العاشر داعيا إلى حجد التمويل الإقليمي والدولي للتعافي وإعادة الإعمار التنمية المستدامة مصدرح اقتصادي تتباهى الدول بالاتفاع مؤشراته إلا في اليمن الذي فقد 23 عاما من مكاسبه بسبب الحرب التي دخلت عامها العاشر تقرير حكومي استبعد أن يحقق اليمن أي من أهدف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 معشر يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها اليمن والتي تجاوزت أكثر من 126 مليار دولار وحرم أكثر من 80% من اليمنين من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية التقرير الحكومي الذي قدمت الحكومة اليمنية إلى المنتدى السياسية بشأن تنمية المستدامة في نيويورك مؤخرا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو الأول من نوعه كشف أن الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف وتوقف انتاج النفط والغاز وارتفاع الدين المحلي والخارجي بسبب عدم قدرة الحكومة على سداد الدين المستحقة تقارير اقتصادية أشارت إلى أن اليمن الذي يستورد معظم احتياجات من الغذاء يواجه حالة من انعدام الأمن الغذائي أثرت على أكثر من 60% من سكانه واحتياج 80% للمساعدات الإنسانية بعد وصولهم إلى خط الفقر فضلا عن أن الحرب والأزمات المرتبطة بها أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية وتدهور حاد في منظومة الخدمات العامة وانكماش غير مسبوق في النشاد الاقتصادي وتدهورت القوى الشراء إلى العملة الوطنية الأمر الذي انعكس في تدهور مستوى معيشة الأغلبية من اليمنين وبحسب خبراء اقتصادين فإنه على الرغم من تراجع الأعمال القتالية في السنوات الأخيرة نتيجة الهدنة غير المعلنة إلا أن الأضرار لتكبد التلبيلات حتى الآن ستشكل بالفعل تحديا كبيرا في مسار تحسين التنمية والتي تحتاج لما بين 20 إلى 25 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار عبر حشد التمويل الإقليمي والدولي الخبراء الاقتصادي ندعو إلى جملة من الأولوية الرئيسية الضرورية للسير قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة أهمها دعم الجهود الإقليمية والأممية لتوصل الاتفاق سلام شامل ومستدام واستيناف انتاج وتصدير النفط والغاز وتعظيم الاستفادة من في تنمية القضاعات الانتاجية واستدامة المالية العامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة ومعالجة المدينة الخارجية وفي البيضاء اشتبك العشرات من أبناء مدينة رداع وعناصر من ميليشيا الحوثية وقالت مصادر محلية أن شبان أبناء مدينة رداع تأصدوا لحملة عسكرية مكونة من أطقم ومجامعة مسلحة هاجمت حالة الحفرة مساء الأربعاء واخراض اشتباكات مع الميليشيا وأشرت المصادر إلى سقوط زرحة في سحف الشباب أثناء مقاومتهم الميليشيا التي تكبدت خسائر بشرية ولفتت المصادر لأن ميليشيا الحوثية عززت عناصرها بقوة عسكرية أخرى إلى أنها انكسرت مع حروج المئات من أبناء مدينة رداع والمناطق المجاورة لحارة الحفرة حيث توسعت رقعة الاشتباكات في غزة وصل الاحتلال الأسرائيلي جرائمه بحق المدنيين في القطار اليوم 286 من العدوان وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و95 مصابا خلال 24 ساعة وضفت أن حصل الضحايا العدوان ارتفعت إلى 38848 شهيدا و89459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي وفيما يصل وفد إسرائيلي القاهرة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وجهت اتهامات إلى نتنياهو بالاستمرار في عرقلة التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن من خلال شروطه التعجيزية في الوقت الذي تدرس فيه المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلية لاقتراح الأخير بخصوص هدنة في غزة وصل وفد الاحتلال إلى القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بحسب مسؤولين مصريين ويسعى الوسطى الدوليون إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة نحو التوصل إلى اتفاق على مراحل من شأنه أن يوقف القتال ويطلق صراحة نحو 120 أسيرا من غزة يأتي هذا بينما توترت المحادثات بين الجانبين بعد استدافة النازحين في المواصي وسقوط أكثر من 90 بين شهيد وجريح أما في الداخل الإسرائيلي بالأراضي المحتلة ما تزال أصابع الاتهام موجهة لنتنياهو بعرقلة الصفقة إذ اعتبر رئيس المسادة الإسرائيلي دافيد برينيا إصرار نتنياهو على نقاط جديدة خلال المفاوضات مع المقاومة قد يحبط الوصول إلى اتفاق واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفغاليند نتنياهو بعرقلة المفاوضات ليفوز بدعم الجناح المتشدد في الحكومة بينما طالب حزب شاس عضو الاتلاف الحكومي الحاردي المتشدد نتنياهو بتجاهل الاعتبارات السياسية للتوصل إلى صفقة وكشفت صحيفة يدعو تحرنت الإسرائيلية أن الخلاف الحالي سببه إصرار نتنياهو على ألية مراقبة لحركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله يأتي هذا في وقت ما يزال الوسطاء ينتظرون رد إسرائيل فيما يتعلق بنقطتين الأولى عودة المقاومة إلى شمال قطاع غزة وثانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فليدلفيا ومعبر رفح على أن تبدأ المفاوضات بعد أن يصل الرد الإسرائيلي ومع تأكيد فريق التفاوض الإسرائيلي أمام مجلس الوزراء المصغر بأهمية الفرصة الآنية والجيدة للتوصل إلى اتفاق يستمر مئات الإسرائيليين في التظاهر يوميا أمام وزارة الدفاع في تل أبيب من أجل المطالبة بإبرام صفقة تبادل واستعادة المحتجزين في غزة وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة التوصل لاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقف إطلاق النار ويفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية لكافة قطاع غزة الحديث ينضم إلينا هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي دكتور شفيق مرحبا بكذا من عكاسات هذه الاتهامات التي توجه لنتنياهو بعرقلة أي اتفاق سيتم التوصل إليه هو لا معنى لأي هدنة أولا لا معنى أن تصل الوفود إلى القاهرة أو غير القاهرة ولا يوجد نوايا إسرائيلية تجاه التوصل إلى هدنة ومعنى أن تصل الوفود ولا تصل الردود الإسرائيلية في كل مرة ينتظر الرد الإسرائيلي ويخرج الرد الإسرائيلي باشتراطات جديدة هي في أساسها إملاءات وهذه الإملاءات هي فروض تعجيزية على الفلسطينيين وحتى على الوسطى وعلى العالم من شأنه ابتزاز العالم أولا وإن لا فهو يفشل أي مفاوضات وأي حوارات توقف هذه الحرب لأنه ما معنى الهدنة في ظل مطالب نتنياهو وحكومة الاحتلال بعدم اشتراط وقف الحرب بعدم اشتراط عودة النازحين بعدم مغادرة محور فيلي ديلفي بعدم ترك معبر رفح والمزيد من الاشتراطات سنجدها أمام هذه المفاوضات كالمعتاد نواضح أن البيئة الداخلية لا الداخلية الإسرائيلية ولا قدرة نتنياهو على قراءة الخريطة الدولية وبخاصة خريطة الولايات المتحدة الأمريكية التي برعه في دراستها فهو يجيد جيدا التعامل مع الإدارات الأمريكية لأنه خبير وكان سفير لتال أبيب في هذه القارة أو في الولايات المتحدة الأمريكية السابقا فهو يراوغ كل الأطراف ويستطيع أن يراوغ الولايات المتحدة الأمريكية والآن حتى الظروف المحيطة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي مجددا من أجل الضغط على الاحتلال للتوصل إلى التهدئة ودفع الوسطاء بمحاولة إجراء حوارات ما أمكن ذلك للوصول إلى هذه الهدنة وهي الإدارة الأمريكية نفسها تغادر الآن وهي على مشارف الانتخابات فضلا عن زيارة نتنياهو المرتقبة وإلقاءه لأمريكا وإلقاءه خطاب في مجلسها الكونغرس وبالتأكيد هو سيسعى لكسب المزيد من الوقت فاليوم الكنيسة يصوت لصالح ضرب أو لصالح عدم الأتراف مطلقا بالدولة الفلسطينية يقولون الآن الذي يعنيه ذلك ويرد سموتريش ويقول لا الآن ولا مستقبلا هذا يعني أننا أمام حكومة بكل مكوناتها وبمكونها البرلمان الذي يسمى الكنيسة هي تمتلك الأكثرية والأغلبية وهي الحكومة وغلاة اليمين الذين الآن يسيطرون على القرار الإسرائيلي الذين في عقيدتهم يرفضون الغير ولا يؤمنون إلا بمنطق الأغيار ولا يؤمنوا بالعرب ولا بالفلسطينيين بل ينعتوهم بالحيوانات البشرية ويطلقون عليهم القوة وهم الذين دائما ما استمعنا إليهم في هتفات هم يقولون ما فيت لعرفين أي الموت للعرب فكيف كما يقولون كيف يستقيم الظل والعود أعوج لا يمكن لأن تتحقق الهدنة ولا يتحقق مصار لعملية سياسية في ظل هكذا حكومة يامينية أكثر تطرفا هذا لا يعني أن كل الحكومات المتعاقبة على تل أبيب هي كانت مع الفلسطينة والعرب بالطبع لا لكن هذه الحكومة أشد خطرا وأشد فتكا فقبل يومين هذه الحكومة عبر جيشها ارتكبت أفضل المجازر في قطاع غزة ثلاث أو خمس مجازر متتالية وكلها حصدت عشرات المدنيين إذا إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 150 شهيدا عبر هذه المجازر التي تنكبت في الأيام السابقة هذه الحكومة التي يقول فيها وزير الإسطالي إذا قد أبرم نتنياهو هدنة فلا حكومة إذن يشترط على نتنياهو عدم وقف الحرب من غلاة اليمين هذا الاتلاف الحكومة الذي هو جلبه إلى الحكومة ليكون على رأس هذه الحكومة هو يحقق أهداف الشخصية من جهة ويتماهى مع خلفائه من جهة أخرى في تحقيق مشروع هذه الحكومة السياسي الكبير وهذا هو بيت القصيد بيت القصيد ليس غزة بالمناسبة وإن كانت غزة بالتأكيد تدفع الثمن الكبير وتدفع كل هذه الأكلاف على حساب الدم الفلسطيني لكن هذه الحكومة تحمل مشروع هو في أساس شطب القضية الفلسطينية وتصفت القضية الفلسطينية عن الوجود وتصفت وتطير الشعب الفلسطيني لذلك تتجل حرب الإبادة الجامعية لخلق بيئة طاردة في قطاع غزة وإخلاء سكان من عليه ثم في الضفة الغربية وفي كل مكان وهذا ما يصرحون به ليلة نهارا كل أقطاب هذه الحكومة دون استثناء إذن الشارع الإسرائيلي يميل إلى التطرف وإيضا هناك تسريبات لمسؤولي الإسرائيلي بهذا الخصوص دكتور شفيق ابقى معني هذا سمحت لذلك دعت روسيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة فيما أكدت واشنطن أنها تعمل وشركاؤها بلا كلل من أجل صفقة تبادل بين فصائل المقامة الفلسطينية وإسرائيل المعطاردون آخر جلستين هو الآخر لم يحل دون استمرار المجازر في قطاع غزة جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الأربعاء المنصرب دعت خلالها روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لاظروف إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة يسمح بإطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في المقابل قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس إن الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاءنا يعملون بلا كلل من أجل صفقة حول غزة وأنه ما زالت هناك فجوات لتوصل إلى صفقة ويجري التعاون لتقليصها الحديث الأمريكي عن العمل بلا كلل وفق مراقبين هو بمثابة الذر للرماد على العيون بعد نحو أربعين يوما من تصويت مجلس الأمن في التاسع من يونيو الماضي على مشروع قرار أمريكي ضمن الصفقة التي عرفت بمقترح جو بايدن لوقف إطلاق النار والانسحاب التام من غزة وتبادل الأسراء والإعمار وعودة النازحين ما الذي ستفعلونه لوقف جنون نيتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها التساؤل الذي جاء على لسان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور في الجلسة الأخيرة يؤكد عجز المجلس عن تنفيذ قراراته الأخيرة رقم 2712 و 2720 و 2028 و 2035 بشأن وقف الحرب وتبادل الأسراء وإدخال المساعدات وعودة النازحين وإعادة إعمار القطاع ويعزوا مراقبون ذلك إلى أنها لم تأتي بموجب البند السابع ما يشكك في جدية المجلس بإنهاء جرائم الإبادة المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر ونصف بالعودة إلى ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب المحلل السياسي الفلسطيني دكتور شفيق تلولي دكتور شفيق مرحبا بك مجددا قبل أن نتحدث عن دعوة روسيا يعني التساؤل الفلسطيني واضح وصريح لجلسة مجلس الأمن لماذا لم نلقى استجابة حتى الآن لأن مجلس الأمن قراره مرتهن ويصادر القرار الأممي ويرتهن في أدراج البيت الأبيض وهذا بفعل طبعا الفيتو الذي دابت الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامه واستمراره في معادلة الكيل بمكيالين وازدواجية المعيير وحتى أن العالم يعني غير بريء من ذلك بالمناسبة لأن ذات العالم وذات المجتمع الدولي الذي يعاني من عجز حتى اللحظة في تغيير الخريطة الدولية لا الفوعل السياسية ولا الفعل الدوليين حتى يستطيعون فرض إرادتهم على الإدارة الأمريكية لماذا؟ لأن هناك شبكة مصالح تربط العالم ببعضها البعض وانظر إلى التاريخ شاهد على الكثير من الأمثلة فالمجلس الأمن طالما اتخذ قرارات في بعض الدول بتنفيذ وتطبيق البند السابع وفرض عقوبات وحتى فرض حظر جوي وفرض حروب وتسيير قوات الناتو لدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فما معنى أن الشعب الفلسطيني الآن بعد 76 عاما من نكبته واحتلاله واقتصابه والآن تصل هذه النكبة إلى ذروتها في أم النكبات الجارية من حرب ومقتلة كبيرة في قطاع غز وفي فلسطين والعالم ينتظر أن تفرج الإدارة الأمريكية عن القرار الأمم من أدراجها ثم هذا يؤكد أن مشكلتنا ليست مع إسرائيل فحسب إن مشكلتنا مع أمريكا التي تتمها كليا مع دولة الاحتلال في قتل وتقتيل الفلسطينيين بهذه الوحشية وبهذه الطريقة لأن واقع الأمر الإدارة الأمريكية تتحدث باللسانين وهي تقول بعكس ما تفعل وتفعل بعكس ما تقول وهذا بدى واضحا في كل الخطابات البيت الأبيض المتناقضة والمزدوجة منذ بدء الحرب وحتى اللحظة لذلك لا يعول مطلقا على مثل هكذا جلسات حتى وإن اتخذ مجلس الأمن قرار سابقا بوقف الحرب ولم يلتزم فيه نتنيا وصفع كل العالم حتى أنه إنجاز القول صفع العالم بحذائه ولم ينفذ قرار مجلس الأمن لماذا؟ لأن أيضا في خطوة إيجاد قنوات لتمرير قرار في مجلس الأمن كما جرى في السابق كانت تجري أيضا الإدارة الأمريكية لتخرج من هذا المغزق بعض التعديلات على القرار لكي يصبح قرارا غير نافذا على مستوى القانون الدولي الذي تغيب أدواته حتى اللحظة هناك قانون دولي وهناك قضاء دولي لكن كل هذا يسيس تحت وقع المصالح ومصالح القوى الكبرى وما الذي تفهمه أيضا في دعوة روسيا دعوة روسيا التي لم تلقى استجابه منذ قارب 19 ونصر هذا أحسنت هذا أصبت ما أريد أن أقوله نعم روسيا قطب مهم في العالم وبالتأكيد يعني ترى عينها السياسة الأمريكية واضحا ولكن هناك سجال وجدال بين الولايات المتحدة وبين روسيا وبالتأكيد الولايات المتحدة استزرعت دولة الكيان هنا لماذا؟ لأنها هي الحريصة على مصالحها في العالم ولا تعرف غير لغة المصالح ويستزرعت هذا الكيان أيضا لتصل إلى هذا اللحظة تبقى الشرطي الوحيد والمتنفذ على مستوى العالم لذلك هي أيضا تخوض معارك بين وأن كانت حروب ناعمة وصلت مؤخرا إلى دعم حتى أوكرانيا في مواجهة روسيا هي أيضا تواجهة دولة وتدرك أن روسيا أيضا تبحث عن دور في العالم وهذا الذي يجب أن يصار إليه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ضبط إقاة هذه الحرب لأنها خرجت عن الصيطة ربما تتمدد في مواجهة مصالحها تريد أن تتفرغ إلى ملفات أخرى مثل ملف الصين وملف روسيا لكن الآن نعم نحن نقول هذه الدعوة دعوة مهمة ويبنى عليها لكن آن الأوان للمجتمع الدولي وللمجتمع الدولي وللعالم بأسره كيف يحرر القرار الدولي؟ لا يمكن أن يبقى الأمر بهذا الشكل طالما العالم غير قادر على إيجاد كتل تأخذ العالم إلى تعدد القطبية ويخرج القرار من القطبية الأحادية من يد الإدارة الأمريكية إلى يد المجتمع الدولي ليصار إلى وقف هذا العدوان ووقف هذا الاحتلال وغير ذلك فأنا برأيي العالم يدعو الولايات المتحدة الأمريكية لكنه حتى اللحظة ما يتخذه من إجرات وخطوات هو ليس المأمول بالنسبة للفلسطينيين لأن الفلسطينيين الآن لا يفهمون غير لغة واحدة يلغة وقف هذه الحرم وهذه المقتلة وإنهاء الاحتلال وهذا هو بيت القصيد دكتور شفيق تلؤولي شكرا جزيلا لك تتابعون بعد الفصل السيول في عصيلان بن شبوات الحق أضرارا في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين ومناشدات لحماية ما بقى منها لقد قرر مجلس الشعب التأسيسي في جلسته المنعقدة يوم عامس الاثنين في تاريخ 11-98-300 وآلف هجرية الموافق 17-7-78-900 وآلف ميلادية إسناد النهان فياست الجمهورية إلى الأخ المقدم علي عبداللطان ونتيجة لذلك فقد دع المجلس فقامته لأداء الجسم الدستوري في هذا الاحتفال العظيم ليتم له بعد ذلك ممارسة اختصاصاته وصلاحياته فأرجو من الأخ الرئيس والجائد الآن أن يتقدم لأداء الجسم الدستوري وشكرا أرجو من الأخ الرئيس والعضاء من الشعب التأسيسي أرجو الوقوف تقيقة واحدة على قراءة الفاتحة إلى أرواح أولئك الشهداء أرجو شعبنا اليمنية العظيم على أنه بهذه المتؤولية الجسيمة التي يكلفتموني بها ويكل إخلاص وأمانة وأنا أدلت كل جهدي وطاقاتي في سبيل الحفاظ على مبادئ واحدة طورة السادس والعشرين من السلبر المجيدة وعلى كل مكاتب شعبنا الوطن أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها دعما للاستجابة الإنسانية في اليمن وهي ليست المرة الأولى التي تتلقى دعما لتنفيذ أنشطتها الإنسانية في اليمن إلا أن الدعم الذي تلقته ضئيلا كما تقول أمام المجاعة والكارثة التي فرضتها الحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات منذ بداية الحرب والأمم المتحدة تعلن عن تلقيها دعما للاستجابة الإنسانية في اليمن آخرها 29 مليون دولار من المانحين تلقتها لتنفيذ خطة لاستجابة الإنسانية للعام الجاري أرقام حتى وإن كانت لا تعني شيئا أمام الوضع الكارث الذي تعيشه اليمن من مجاعة وفقر واقع يصعب الحديث عنه وسؤال يتكرر أين تذهب تلك الأموال التي تم تقديمها من بداية الحرب إلا أن الجواب يأتي في كل بيان لمكتب الأم المتهدة أنه لتزال تعاني نقصا حدا في معظم الاحتياجات الضرورية وأكدة أن الدعم الذي تتلقاه لم يغطي سوى 23% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ أكثر من ملياري دولار رغم مرور أكثر من 6 أشهر ما يترك فجوة تمويلية قدرها مليار دولار لتتحول حرب اليمن إلى ملف تجاري للمنظمات الحاضرة أثناء البحث عن التمويل الغائبة عن الواقع في العام 2021 تم جمع مليار و700 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة اللازمة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب المتواصلة منذ العام 2015 إلا أنه حتى الآن لم يتم التوضيح أين تذهب تلك الأموال خبراء اقتصاديون يرون أن الدعم المقدم إذا ما قرنا بالدعم في السنوات السابقة فإن هناك تراجعا وأن لم يكن كبيرا وقالوا أن هذا الأمر ناتج عن تراجع الاهتمام الدولي للحالة الإنسانية في اليمن جرى طوال فترة الحرب الدائرة في البلاد دون توصل إلى بوادر سلام تضع حدا للحرب وتنهي معاناة اليمنيين وفي شبوى ألحقت السيول التي شهدتها مديرية عصيلان مؤخرا أضرارا جسيمة في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين ولا تزال السيول تشكل خطرا وتهدد بجرف المزيد من الأراضي الزراعية وسط مناشدات بسرعة تدخل العاجل لحماية ما تبقى أضرارا جسيمة خلفت السيول الكبيرة التي شهدتها مديرية عصيلان بمحافظة شبوى مؤخرا حيث تعرض عدد من آبار ومزارع المواطنين للإنجراف تعرضت مديرية عصيلان لسيول وأضرار جسيمة مما عدت إلى جرف الآبار والأراضي الزراعية والدفاعات الموجودة وبعض القنوات والسواقي ومنازل آبار المواطنين ومجارعهم وبعض السبل على المياه الشرب من ضمنها هذا المشروع اللي يغذي مدينة عميلة كامل هكذا السواقي والحواجز والبوابات المائية والمصدات تعرضت الإنجرافات نظرا لعدم إقراء الصيانة الدورية لها الأمر الذي يهدد بإنهيارها في أي لحظة المديرية تحتاج إلى بناء حواجز وسدود مائية للتحكم بمياه السيول والحد من الأضرار السيول الجارفة بالإضافة إلى صيانة الحواجز والقيود الحالية لأن بعدم صيانته فإنها معرضة للسقوط والإنهيار إنجراف حواجز تصريف المياه تسببت في تعطيلها مما نتج عنها حرمان المواطنين من الاستفادة من مياه السيول لرأي أراضيهم الزراعية أولا أن السيول تروح حدر جميعها تروح إلى الرمال بدون ما يستفيد أي مواطن منها ولما صلحوا لنا هذا الحاجز استفدنا قليل ولكن الأسف أنه الآن إلى الخراب لعدم الصيانة من تحته وقد شاهدتوا بالكاميرا إذا جاء سيول ثاني فعلى الله ممكن يروح كله وإذا راح راحت الأراضي كلها حقنا وكم أسرة عليها مستفيدة ما زالت السيول تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم في مديرية عسيلان حيث تهدد بجرف المزيد من الأراضي الزراعية والآبار والمنازل السكنية الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل من قبل الجهات المختصة لوضع مصدات لحمايتها من الإنجراف في ظل عجز المواطنين عن تحمل تكاليف وضع الحمايات لها زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة وعبر الهاتف ينظموا لنا من شبوة نائب مدير مكتب الزراعة والري بمديرية عسيلان علوي محسن بديا أستاذ علوي أهلا بك ما الأضرار التي لاحقت بمديرية عسيلان جراء السيول بالنسبة للأضرار أضرار أضرار جسيمة تعرضت لهم بديد عسيلان جراء تدفق السيول في الموسم الفائل حيث أنها جرفت ما يربو عن مئتين وسبعين فجدان من أراضي الأراضي الدراعية نعيك عن الآبار والمنازل والطرابات والمشارع الحيوية التي يعتمد عليها المدارعين في مصادر دخلهم اليومي بالإضافة إلى السدود التحويلية المهددة بالانهيار والبعض منها أنهارت تماما مما ينظر بكارثة بيئية لا سمح الله في حال تتدفق السيول قبل إعادة بناء هذه السدود المديرية بحاجة إلى الحفاظ وصيانه طيب أستاذ عنوي يعني مع كل ذلك ما الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن إلى اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل السلطات الرسمية أو المنظمات فقط نرفع تقارير تقارير أضرار فقط إلى حد الآن لم نلمس أي تجاوب من هذه الأجهات طيب هل هناك جهود شخصية مثلا أستاذ علوي للخروج من هذه المشكلة وإعادة إصلاح الأراضي الزراعية الجهود الزراعية البدية لا تجدين جهود مدارعين نسيطة لا تجدين يعني نسيطة جدا ضئيلة لا تقدر تذكر نعم نائب مدير مكتب الزراعة وربي مدارية عصيلان علوي محسن بديا شكرا جزيلا لك عبر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم جراء الرسوم البائضة التي تفرضها المدارس الخاصة على الطلاب في مناطق سيطرات الميليشيا الحوثية وبيع المناهج الدراسية بأسعار متفاوتة بدلا من تسليمها مجانا كما هو معتاد عقاب التعليم الخاص هكذا وصف أولياء الأمور الرسوم المدرسية في المدارس الأهلية فبعد أن لجأوا إليها هروبا من واقع ترد التعليم في المدارس الحكومية أو غلى ملاك المدارس الخاصة في رفع الأسعار فالمدرسة التي كانت تتقاضى على الطالب خمسين ألف ريال تحولت اليوم إلى قرابة أربعمائة ألف ريال ما يكشف المعركة التي يخوضها أولياء الأمور في تعليم ثلثات أكبادهم فشل التعليم في المدارس الحكومية بعد صيدرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ففر الكثيرون بأبنائهم بحثا عن مدارس أهلية يتعلمون فيها لكن هو أمير الحوثي ومشرفيه وقياداته فدحوا مئات المدارس الخاصة ورفعوا تسعيرة الرسوم حتى أوصلوها إلى أضعاف مضاعفة عزز ذلك قرارات وزير التربية والتعليم في حكومة الميليشيا يحيى بدر الدين الحوثي أما الجانب الآخر من معاناة الدراسة تتمثل بالمنهج المدرسية فقد قررت الميليشيا رفع أسعارها لطلاب وطالبات المرحلة الأساسية والثنوية فيما كانت توزع مجاناً لطلبة المدارس في العهد الجمهورية ولكن الجماعة الإمامية تمارس أساليب النهب والابتزاز بصورة واضحة وبحسب مصادر تربوية فإن سعر المنهج المدرسي للصف الأول أساسي يصل إلى 2820 وتتصاعد القيمة بحسب تصاعد المرحلة التعليمية للطالب ما يشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين في المناطق الواقعة تحت صيدرة الجماعة الحوثية خاصة في ظل انعدام الرواتب وتأزم الوضع المعيشي والاقتصادية استياء شعبي واسع على مواقع التواصل جراء هذه الخضوة التي أقدمت عليها الجماعة فالتعليم أهم ركن من أركان بناء الدولة ولذلك تسعى لتدميره وتحويل الجيل الجديد إلى المراكز الصيفية وإنتاج جيل ملغوم بالعصبية والطائفية يمجد السلالة الإمامية لكن مشروعها لن يمر طالما المشروع الجمهوري قائم والشعب في طريقه لاستعادة الدولة من أيدي هذه العصابة الإرهابية ليست مناطق الحوثي وحدها من تمارس هذا العبث بحق التعليم فالمدارس الحكومية والخاصة في المناطق المحررة وصلت الرسوم فيها إلى أرقام قياسية في ظل انهيار العملة الوطنية لتكون المعاناة قائمة في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء وفي المهراء شكى أبناء وقاطنوا المحافظة الإهمال المتعمدة من قبل السلطة المحلية للكرنيش الذي يعد المتنفس الوحيد في المحافظة لعشرات الآلاف من الأسر هنا المتنزه الأوحد لمحافظة المهرة عموما وعاصمتها الغيظة تحديدا حيث يهوى الناس كرنيش الغيظة للاستراحة وكذلك للهروب من حر الأجواء عند انقطاع الكهرباء لكن وكما هو الواقع يفتقد هذا المنتزه المتمثل بكرنيش الغيظة إلى أبسط مقومات الراحة من العناية والاهتمام به نرجو من السلطات المحلية أن توفر لنا الأمن للكرنيش المهرة والإضاءات هذه ليست كافية خر المكلة غير مهتم فيه لكن من صممه تم تصميم بشكل قوي جدا حتى أنه يزوره من دول فنرجو من السلطات المحلية أن توفر يعني على الأقل إضاءات مختلفة أنوار وهكذا وضعت كل الملحقات كما يجب حين الافتتاح من نافرة تجمل المكان إلى مرافق خدمية للزائرين مرورا بحارات التشجير وجميعها كما ترون لم يتم العناية بها حتى صارت أثرا بعد عين في المستجهات أنا عندنا بالله عوض المارة وكذاك العينين لذكرنا أيش منتزه اهتمام لكنها ماشي فيه صدق عنه مراعاة ولا ماشي فيه اهتمام ولا فيه أمن ونحن نضرول نشتي هذا في المكان هذا يعني مثلا أسجار عندك العواية الجالسين أنا بجنب الحمامات والحمامات ما يشي الله يكرمك ونشتي يعني تطور طور أنا نشتي مطور يعني بالكرنيش بس منشتي حاجات يعني مثلا جديدة كذا تجيبوا لنا والأمور طيب إن شاء الله هنا تأثير وإخلال بالمكان من نوع آخر حيث يحول بعض الزوار ساحة الكورنيش الخاصة بالزوار إلى مواقف لسيارتهم رغم وجود المواقف قريبة منهم إضافة للمعضلة الكبرى المتمثلة بتدمير وعدم صيانة المرافق الخدمية نوجه من هذا المنبر رسالتي إلى السلطة المحلية بأن تهتم بهذا الكورنيش بكونه هو المنتزة الوحيد في عاصمة المهرة ديرية الغيظة وأتمنى أن تقوم بصيانات المرافق العامة التي على الكورنيش وبعاد الأشجار الضارة التي على مزي هذه السيسبان تعتبر المتنزهات والحدائق العامة إحدى الوسائل الترفيهية التي تحرص الجهات المعنية على رقيها وصيانتها ورعايتها لأن تبقى كغابات مخيفة لزوارها كما هو حال كورنيش الغيظة الذي يجب على السلطة المحلية بالمهرة القيام بواجبها كي يبقى قبلة لزوارها يحيط هذه اليمن اليوم محافظة المهرة من تات ملفتنا الإخبارية لهذا المساء في أمان الله لقاء على خير في أمان الله موسيقى